جدنياً أو فنياً أو زهنياً أو كل شيء راح لحدث تاني محتاج تركز فيه ومحتاج برضو تفرح جمهورك طب عايز أشوف حاجة الفرق اللي شاركت يوم الجمعة الماضي في كأس العالم الأندية الأهلي وروى الياباني منشستر سيتي في لومينس البرازيلي الفرق اللابت الجمعة يطرى في حد هيلعب بعد المباراة بتاعته بـ 48 ساعة أو 72 ساعة طب ما نشوف مع بعض الجدول كده علشان نشوف لما بنقول النادي الأهلي بيدخل في إجهاد وضغط المباريات وده ظلم ألعاب النادي الأهلي احنا عندنا حق ولا لا ده مواعيد مباريات الفرق التي شاركت في كأس العالم الأندية بعد نهاية المنديال الأهلي كسب سيراميكا كليو باترا 1-0-25-12 25 إيه؟ 12 كأس العالم للأنديية انتهى يوم 22 بتتكلم بعدها بيومين وفيه صفر صفر 25 يعني بتلعب بعدها بـ 48 ساعة الأهلي أمام Modern Future 28 يعني برضو الفرق الزمني بعدها الراحة حتى ما عندكش راحة كافية هتلعب 28 بعدها برضو بـ 48 ساعة هو ده النادي الأهلي بعد مباراة قراوة الياباني طب نشوف منشستر سيتي بقى اللعب الكبار ونجوم العالم والسكواد العالمي والقيمة التسوقية اللي بالمليارات هيلعبوا إمتى؟ هيلعبوا بكرة إيفيرتون في الدورة الإنجليزي 27-12 يعني بيلعب 22 لعب 22 في كاسر عامل دي وهيلعب 27 يعني الفرق الزمني خمس ايام شوفوا كم الراحة لمانشستر سيتي وإحنا بنتكلم بقى إيه عن سكواد العالمي وأجهزة فنية وقيمة تسوقية وتحط لو طلعت العشرة نزلت عشرة مكانهم هيلعبوا بنفس الأداء ونفس الروح لكن فيه ناس بتحط جداول بتحتارم الأدمية بتحتارم البشر بتقول إن اللعب الكرة ده مش مكنة مش مكنة موجودة في مصنع شغالة لـ 24 ساعة خمس ايام يا جماعة فيلومنس البرازيلي هيلعب 21 بتتكلم بعدها بشهر شهر فريق البرازيلي هيلعب بورتيجا RG في الدوري البرازيلي وراوة بطل أسيا هيلعب 24-2 يعني بعدها بشهرين قدام سان هيروشيما أنا مش جايب حاجة من عندي دي جداول محطوطة ودي مواعيد دي مواعيد مباريات لسه بنكلم عن انفنتينو من شوية هوريكو فيديو بتاع الكابتن محمود الخطيب مع انفنتينو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر